السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم متابعين أصدقاء قناة Good Twins طبعا أصدقائي إن شاء الله موضوعنا اليوم كيف تزيد عدد المشتركين في قناتك على اليوتيوب طبعا أصدقائي حابب أنبه أنت ممنوع تستخدم أي تطبيقات أو برامج بالنسبة لموضوع زيادة عدد المشتركين في قناتك هو من شروط يوتيوب بالفعل أنه أنت تحقق قسيد العزيز ألف مشترك وأربع تلاف ساعة لكن نصيحة مني أوعى تستغل قسطة الاشتراكات الوهمية فزي ما أنت شايفين أصدقائي لو أنتوا لاحظتوا هنا هنا واحد من الناس مثلا بشكي مشكلة في نقص عدد المشتركين بعدما جهود كذا كذا اتفجأت إنه في قناتي قال عدد المشتركين طبعا كان الرد يا سيد العزيز بالنسبة لمنتدى أدسنز أو منتدى يوتيوب تمام هذا أمر عادي أخي ناتج عن حزف حسابات وكذلك الاشتراكات الوهمية ولو أنتوا لاحظتوا بالفعل آه بجمدوا الاشتراكات جماعة بما إنه النظام وهمي طيب يا بسوس طب أنا هل وقت يا سيسو كيف بدأ أحصل على اشتراكات حقيقية لقناتي في نفس الوقت ما أخلفش سياسات يوتيوب هل في استراتيجية مناسبة للقصة هذه بصلي يا معلام زي ما أنتوا شايفين أصدقائي بالنسبة لهذه القناة قناة سيد العزيز سيسو أندرويد تمام طبعا أسستها قيت عمرها 40 يوم لو أنا إجيت ودخلت على الإحصاءات بالشكل هات زي ما أنت شايف صاحبي ما فيش فيها مشاهدات حتى الفيديوهات اللي أنا نزلتها نزلتها يمكن قبل حوالي 3 أسابيع لكن لو أجيت سيد العزيز على مستوى الوصول إلى جمهور 478 ألف في عندي أنا نسبة تحسن هان ولو أنت لحظت بالنسبة لكلمة بحس يوتيوب في عندي كذا كذا طيب ممتاز خليني أجي سيد العزيز هانا تمام لو أنت لحظتوا بالنسبة للمشتركين في عندي نوعا ما بس بشكل يومي بيجي هاي 21 مشترك هاي 20 هاي أبصر شو تمام يعني أنت لو مشيت على السيو بالنسبة للفيديوهات تبعتك تأكد تماما القناة تبعتك هتحقق الدخل هتحقق الشروط كامل هدي أول شغلة أو أول استراتيجية بدي تمشي عليها تمشي على السيو طبعا أنا رح حط لك في الوصف فيديوهات اللي أنت تتبعها وتستفيد منها بالنسبة للإستراتيجية الأهمة اللي أنا حابب أوضحها في هذا الفيديو أصدقائي حتى لو أنت أنشأت قناة جديدة وحابب تضخ عليها ألف مشترك ما في أي مشكلة بما أن المصدر شرعي جاي كيف يعني؟ طبعا لو أنتوا لاحظتوا أصدقائي إجيت أنا ودخلت على تطبيق تبع اليوتيوب تمام؟ طبعا بدي أجعل البحث هنا مثلا بدي أكتب كلمة عدد أو بدي أكتب سيد العزيز كلمة ربح أو أي أن كان خليني أضغط على الثلاث نقاط اللي هنا بدي أضغط على الفلاتر جماعة وبدي أضغط على كلمة تاريخ التحميل في عندك آخر ساعة وفي عندك اليوم تمام؟ حاول أنت يا إما آخر ساعة يا إما اليوم تختار على أساس تشوف الفيديوهات الجديدة لو إجيتوا ضغطت بالشكل هات زي ما أنت ملاحظة صديقي هاي هذه القناة مثلا اسمها تعلم صح ناشرة فيديو جايب 1100 مشاهدة قبل 18 ساعة هذه القناة لو أنا طلعت أعلقت عنده هل حستفيد منه ولا لا؟ القناة اللي تحتيها نفس السيستم اللي تحتيها نفس السيستم أنت بإمكانك تعلق عند الناس بس التعليقات حلوة تمام؟ أن الفيديو تبعك محفز أن الفيديو مفيد من هالجسع السياري تمام؟ حاول ما بين كل فيديو وفيديو يا سيد العزيز بدك تعلق أعلق يعني بشكل مختلف طبعا على أساس شركة يوتيوب يعني ما تهتمش للتعليق تبعك تمام؟ على أساس ما يكونش معاد في عدة قناوات هيك أنت يا سيد العزيز بتصير تلم مشتركين عندك يعني لصالحك أو لصالح القناة تبعتك وهيك أنت بتستفيد هذا الخطوة ترجم اثنين لكن زي ما نصحت في البداية حاولت تقدم فيديوهات كويسة يعني أنا بالنسبة للقناة هذه تمام؟ أنا مش هقدم فيها فيديوهات لأنه متأكد يعني بعد فترة بسيطة بدها تكون مفعلة الدخل لو أنتوا لاحظتوا هنا ماشي أنا على السيو بدي أجي يا سيد العزيز بدي أشوف منذ التحميل لو أنتوا ركزتوا أصدقائي ألفين ساعة محاجة جضايلها ألفين ألفين ساعة في جديش من يوم خلينا أقول 11 سبتمبر ليوم 25 حوالي 45 يوم بس ولو ركزت فيها وقدمت فيها أساسا كل يوم فيديوهين كان هيجيت أنا محقق الدخل فيها فأتمنى أصدقائي طبقوا الاستراتيجية هذه سيروا علقوا على الفيديوهات تبعية الناس الجديدة الناس المبتدئة وهيك الناس المبتدئة كمان راح ترد إلكوا لجميله حتشترك في القناة من دون طلب مباشر أما بالنسبة للخطوة الثالثة وهي المهمة يا أصدقائي تمام؟ أنا حابب أسيب لك بوست في المنتدى صورة تمام؟ هان في المنتدى بس اللي بأطلب منك لو سمحت إذا التزمت في السياسات أنا ما عندي أي مشكلة تمام؟ هحط صورة بتتكلم عن دعم المشتركين كل القصة يا سيد العزيز بدك تيجي وضيف رابط فيديو من القناة تبعتك تمام؟ وحييجي شخص تاني يا سيد العزيز حيدغط لك إعجاب على الفيديو حيشترك في القناة تبعتك وحيعلق في نفس التعليق اللي أنت علقته اللي حطت فيه رابط الفيديو تربط فيديو إلو يعني اشترك في القناة تبعته من دون كتابة يا جماعة من دون كتابة يا جماعة عشان أنا كمان ما نضرش في القناة تبعتي أتمنى أصدقائي أنه هيك أكون يعني بأحاول أساعد أنتو فيكو تطعوا في القنوات تبعتكو أنا واثق من هالإشهاد بس كل القصة بدكو تلتزموا وفي نفس الوقت بدكو تبعدوا عن المخالفات تبعت يوتيوب طبعا أصدقائي أتمنى أنه هيك تكون السورة وصدت والله يعطيكو ألف ألف عافية وسلام عليكم